بما أن أنت برضو بتضرب من زمان قوي من أول أحمد برادة اللي احنا كمصريين عرفنا السكواش من أحمد برادة بعد كده يعني حسس إزاي دلوقتي الناشئين الجداد أو الجيل الجديد ده بالذات كمان أن العالم كله دلوقتي يبدأ يهتم قوي باللعب السكواش بقى فيه منتخبات أو يعني لعيبة في بلاد جمدين جدا فإزاي نقدر نخلي الجيل ده تاني يقدر يبقى بيرفع اسم مصر نمبر ون نبقى بس أنت يعني هو بصراحة الحق عمل موتيفيت للموضوع ده كله ورفع شعبية اللقبة المرحوم أستاذ إبراهيم حجازي طبعا نقد الرياضي القدير لما عملت فكرة طولة الأهرام طولة أهرام دي عملت طفرة للناس كلها كانت بتحلم مثلا يجوا عشان يزوروا الهرم بالناس بتحاوش من اليابان وكأي مكان في العالم بيحلم أنه يجي عشان ياخد صورة جنب الهرم إحنا عملنا الإيفنت ده تحت الهرم وهي ده انطلاقة السكواش الجديد يعني السكواش الجديد إحنا عندنا الجيل القديم طبعا أبطال الأعلم بقى من الثلاثينات عفتة عبشاء عامرجة وكابتن محمود عبد كريم وكابتة عبطال وكابتن مريم أمين يعني جيل يعني مش هذا انتحده وكابتن جمال عود جيل كبير جدا من الثلاثينات لغاية السبعنات وفي الثلاثينات نزلت مصر شوية ورجعنا بقى مع الويفي الجديد بطولة الأهرام مع أحمد برادة وجيله وبدأت من دلوقتي 25 سنة 30 سنة مصر متربعة على القيام نرجع نعمل إيه عشان خطر السيستم يستمر طبعا دلوقتي بقى فيه ده منقول شبه الأند فيه تكاتف ما بين القطاع الخاص الدولة الأندية اللي نعابي الناشئين دي كلها عندها عقود عقود من النادي من الرعاة فيه سيستم بقى بيد بيدعم المنظومة كلها النهية تستمر وتتقالك في عندنا أنا شايف يعني هعمل ريبورت الدكتور أشف صبح حسد الوزير هرشح له 20 ناشئة وناشئة من 15 سنة تحت 11 هم دول هتعملهم سبيشيال بقى ببروجرام وانهما يبقوا هم دول جيل المستقبل هم دول جيل كوبي رامي عشور درويد شبانة سوريا عالي يعني نور شربيني مش عايزة يقول بقى هانية كل الشباب ده عيبقى فيه عندنا منهم جيل صغير انت تبص دلوقتي تحت 15 سنة أمينة عورفي ما شاء الله يعني 15 سنة تكسب موهبة فازة زي نور شربيني وكده جاي في الطريق تبص لها بما سم مروان أقاسا الجونيورز والجيل اللي معا مش عايزة متحدة لأن كلهم ممتازين بيقول كامب عندنا مثلا مروان ورقمة وطالب وفي مجموعة كبيرة جدا من السكواش أنا شايفة أن هي من الأبطال الكبار بس محتاجين سيستم خاص دالي خلية